وجه سينمائي مميز وشخصية فنية فريدة تركت طبعا خاصا لأدوار الفتى الأول ليظهر من خلالها معنى الشرير الوسيم وعلى مدار عقود قدم عشرات الأعمال التي علاقت بذاكرة المشاهد سواء بالسينما أو تلفزيون إنه الفنان الراحل فاروق الفشاوي الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته كانت وسامته بطاقة دخوله مجال التمثيل إلا أنه سرعان ما أثبت من خلال أدوار صعبة ومركبة أنه فنان حتى النخاع فكانت انطلاقته في أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال دور لابن العاق في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا والأخ الطماع في مسلسل ليلة الأبد على فطمة والابن الطيب المسالم الذي واجه طغيان الأخ الأكبر في مسلسل غوايش إنه الفنان الراحل فاروق الفشاوي ولد فاروق بإحدى قرى مركز سيرسي الليان بمحافظة المنوفية في يوم الخامس من فبراير من عام 1952 لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد ثلاثة أبناء وابنتان كان فاروق أصغرهم توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته حصل على البكالوريوس في الطب كما حصل على لصنص الآداب من جامعة عين شمس انطلق فاروق بعد التلفزيون إلى السينما فقدم مع عاد الإمام رائعته فيلم المشبوه فأبدع في دور ضابط الشرطة بعدها انطلق فاروق الفشاوي ما بين السينما والتلفزيون فقدم نحو 71 مسلسلا تلفزيونيا و14 مسرحية و150 فيلما سينمائيا و12 مسلسلا إذاعية أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع حصل فاروق الفشاوي على درع تكريمه في مهرجان الإسكندرية عام 2018 وأعلن خلال تسلومه الجائزة إصابته بمرض السرطان ليتوفى بعدها بعام واحد في الخامس والعشرين من يونيو عام 2019 تاركا ثروة فنية لا تقدر بثمن ترجمة نانسي قنقر